في لبنان الآن حيث أفاد مراسل العربي أن موقع العباد الإسرائيلي المقابل لبلدة حولة اللبنانية تم قصفه من قبل حزب الله وكان الجيش الإسرائيلي أطلق ليلا أكثر من ثلاثين قذيفة من حارقة ومضيئة في منطقة وادي العليق بين بلدتي البستان ومروحين فقط بينما فيد عن سقوط قذائف أخرى في عدة بلدات كما استهدفت غارات جوية بلدة القوزح بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع من جانب آخر استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبة المحتلة بقصف صاروخي بعد ساعات فقط من تنفيذ حزب الله هجمات بالقذائف المدفعية والصواريخ على مقر قيادة كثيف التزريعية الإسرائيلية في خلة ورده كما استهدف الحزب موقع بياض بليدة ذا وأعلن الحزب استهدف مسيرة إسرائيلية فوق الحدود صاروخ أرض جوو وإصابتها إصابة مباشرة أيضا صباح اليوم عثر على جثماني راعيين من بلدة الوزاني استشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي ينضم إلينا من الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جراداد نقف معك أحمد على آخر التطورات والتفاصيل على الجبهة الجنوبية في لبنان وأيضا حيث توجد على منطقة الجليل الأعلى نعم في إسرائيل يتحدثون عن حدث أمني دون تفاصيل إضافية تحديدا في موقع المنارة العسكري الذي يقع على الحدود مع لبنان ولكن حتى اللحظة لم يعلنوا عن طبيعة هذا الاستهداف إن كان بصواريخ موجهة كورنت أو مضادة للدروع أو اشتباك بأسلحة خفيفة ولكن حاليا هناك حدث أمني في تلك المنطقة في إصبع الجليل والجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإغلاق عدد من الطرق المحيطة في هذا الموقع وننتظر تفاصيل إضافية ولكن حتى اللحظة يتحدثون عن حدث أمني تحديدا في تلك المنطقة عدا هذا الحدث لم يحدث أي شيء يذكر منذ ساعات الصباح الباكر ونستطيع أن نقول أنه من خلال مشاهداتنا في هذه الفترة الزاهر في اليومين الماضيين حدت الاستهدافات أقل بكثير من الاستهدافات التي كنا نشاهدها في الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها تحديدا مع الإعلان الإسرائيلي عن بدء مرحلة ثانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومع بدء تنفيذ التوغل البري والاشتياح البري للقطاع ولكن عدا ذلك اليوم هناك خفت على الحدود حدة هذه الاستهدافات لا نعرف إن كانت بسبب تكتيك أو بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بمحاولة استهداف كل خلية تحاول إطلاق القذائف المضادة للدروع وحتى قذائف الهون باتجاه مناطق في الجليل الأعلى الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستعد ومتأهب وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي أفغلانت بالأمس تطرق إلى الجبهة الشمالية وقال بأن الجيش الإسرائيلي يهاجم في الجنوب ويقصد قطاع غزة ويدافع بالشمال بمعنى أن إسرائيل في هذه الفترة لا تريد توسيع عملياتها على الرغم من أن جالانت كان من السقور داخل كبنت الحرب وكان يدفع في بداية هذه الحرب باتجاه توجيه ضربة استباقية لحزب الله ولكن نتنياهو استجاب في حينه إلى المطالب الأمريكية التي طالبت من إسرائيل التركيز فقط على قطاع غزة وعدم التوسع بالحرب باتجاه لبنان والرد على مصدر إطلاق النيران ولكن جالانت يعتقد بأن حزب الله مرتدع في هذه الفترة والصور التي تظهر من غزة والدمار الذي حل في مدينة غزة وفي الأحياء الشمالية من القطاع والمناطق والمدن الفلسطينية في قطاع غزة ربما هو لا يريد أن يراها في بيروت وهذا ما أشار إليه جالانت ولكن نذكر زاهر بأن التقارير والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية قبل السابع من أكتوبر كانت تشير إلى أن حركة حماس مرتدعة ولا تريد مواجهة إسرائيل في هذه الفترة وتركز أكثر على الأوضاع المعيشية والحياتية ودخول العمال ولكن بعد السابع من أكتوبر أثبتت بالفعل أن هذه التقارير لم تكن دقيقة وما جرى خلافا لجميع التقارير التي توجهت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية لذلك الاعتقاد في إسرائيل بأن حزب الله مرتدع هناك كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هناك ترقب ولكن وفقا للمحللين العسكريين لا يعتقدون بأن يبادر حزب الله في هذه الفترة على الدخول بأي مواجهة أو معركة أو توسيع هذه الجبهة على الرغم ظاهر من أن مستشار الأمن القوم الإسرائيلي تساها نقبي قبل يومين أكد بأنه في اليوم التالي لانتهاء الحرب مع قطاع غزة فإن إسرائيل ستتجه إلى الحدود الشمالية وستستخلص العبر وتقوم بما يلزم تحديدا على الحدود الشمالية بإشارة واضحة لأنه إذا ما نجحت إسرائيل بالقضاء على حماس في قطاع غزة فإن الحرب التالية ستكون باتجاه حزب الله في لبنان نعم شكرا جزيلا لك أحمد جرادات رأس العربي من الجليل الأعلى شكرا لك